اشتركوا في القناة والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين وبحسب بيان رسمي حصلت الحكومة السعودية على إجمالي إرادات بقيمة 12 مليار و350 مليون دولار من عملية البيع الثانوية أعلنت جماركو دبي إطلاق منصتها في مجال بلوكشين بهدف تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود كما تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية وقال السلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجماركي والمنطقة الحرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية بلوكشين بهدف استكشاف وتقييم أحدث الابتكارات التقنية التي تساعد على توفير خدمات أمنة وأكثر كفاءة وفعالية والآن نترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية وللحديث حول آخر أخبار الأسواق المالية يسرنا أن ينضم معنا في الستوديو السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابتل البحرينة مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية أهلا ونساعد بحرية كيف أنت؟ في البداية أستاذ مع الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كيف تقرأ هذه الزيادات؟ كيف تؤثر على إنفاق المستهلكين على سبيل المثال أو استثمارات الشركات؟ تمام بالنسبة لارتفاع الفائدة طبعا ده بيؤدي إلى نتائج سلبية على المستهلكين سواء على المدى القصير أو المدى الطويل إزاي؟ إن المستهلك في إنفاقه بيضطر أنه يأخذ قرود سواء للعقارات أو للسيارات أو إلى أي سلعة تانية فبالتالي ارتفاع الفائدة على القرود حتقلل من إنفاقه فبالتالي حيأثر سلبيا على إنفاقه ده بالنسبة للقرود طيب هل إنفاقه فيه أساسية والأكل والطاقة ممكن برضو تأثر هتأثر بس مش هتأثر بالنفس تأثير على القرود من العربيات أو من العقارات ده بالنسبة للمستهلكين طب الشركات هتأثر إزاي؟ الشركات هتأثر إن هي حيبقى لي عندها خطط للتوسع أو خطط الاستثمار طبعا كلما ارتفعت الفائدة ارتفعت تكلفة فبالتالي الشركات هتطار إن هي تعيد دراسة المشاريع الاستثمارية اللي هي حتوم بيها أو التوسعات اللي حتوم بيها وممكن الشركات تأجل هذه الخطوة إلى ما بعد انخفاض الفائدة أو تجاه الفائدة للانخفاض مرة تانية فبالتالي هتأثر على القرارات الاستثمارية لشركات بدأ عن التضخم يعني معدلة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في ارتفاع فكيف يؤثر ذلك على مثلا سلسلة التوريد العالمية طبعا التضخم بيأثر سلبي على السلسلة التوريد لأن التضخم ده معناه أن الأسعار السلع بترتفع فكلما ارتفعت أسعار السلع طبعا كلما زادت مشكلة الشركات في التسويق وزادت مشكلة المسالكين في الاستهلاك فبالتالي كلما التضخم بيرتفع سلسل التوريد أو سلسل الإمداد هتتأثر سلبيا بالارتفاع الأسعار ده وممكن تؤدي إلى اختناق في بعض المناطق وممكن تؤدي إلى تراجع في بعض الاستهلاك فبالتالي سيتأثر المستهلك وستأثر الشركات لأن الشركات لما سترتفع الأسعار ويزداد أسعارها فبالتالي الاستهلاك عليها ستنخفض فبالتالي ربحية الشركات ستضطر أنها ستنخفض مع استمرار التضخم في الارتفاع نعم وماذا عن سوق الأسهم يعني كيف تؤثر التقلبات في سوق الأسهم على المستثمرين الذين يودون التداول في ظل هذه البيئة المتقلبة هو المستثمر لو كان مستثمر قصير الأجل فطبعا هيكون مضطر أن هو يتبع بشكل يومي الاستثمرات بتاعته وحيكون يعني نقدر نقول أنه هو حيكون مضطرب للي بيحصل في الأسواق إنما لو المستثمر مستثمر طويل الأجل هو يفضل أن هو نوع استثمراته ما بين أسهم فيه قطاعات دفاعية وأسهم فيه قطاعات ممكن أن هي تؤدي إلى نمو رأس مالي وكمان أسهم ممكن أن هو يتداول عليها أو يضرب عليها بشكل يومي فبالتالي تنوع الكطاعات اللي هو هيستثمر فيها دي حتبقى بالنسبة له يعني نقدر نقول أن هي شهادة الضمان بلاس لكذا أنه لازم يكون عنده رؤية طويلة الأجل إلى حد ما مع طول الأجل الاستثمرات دايما بتزيد خاصة أنه في حالة أنه هو استثمر فيه قطاعات مختلفة ودخل مثلا عقارات مع أسهم مع بعض الأصول الثانية مثل المعادن زي الدهب أو زي الفضة فديه بتبتيله في الآخر أنه بيأخذ يعني نقدر نقول ريسك معقول بالنسبة له القطاعات المختلفة للاستثمرات نعم وفي ظل يعني التقلبات أو التوترات الجيوسياسية المستمرة كيف تؤثر على تجارة دولية؟ احنا يمكن شوفنا يعني في الأيام القليلة ماضية أحد خطوط الشحن الكبرى أفصحت أن في عندها مشاكل في البحر الأحمر وأن السمرار للأجواء الجيوسياسية في المنطقة ممكن تأثر سلبيا على التمديد وعلى الشحن وبالتالي ممكن التدخم أو التدخم يرعود بشكل أكبر في الفترة القادمة لأن عندهم مشاكل في نقل المواد الأولية ونقل السلع من أماكن لأماكن فبالتالي استمرار الأجواء الجيوسياسية ممكن تؤدي إلى زيادة الددخم لأن بعض السلع وبعض المنتجات مش هتوصل إلى المصادر بتاعتها أو إلى المصانع التي ستصنع فيها فبالتالي هيحصل عندنا شورتج زي ما كان حاصل أيام كورونا كان فيه عندنا شورتج جامد أيام كورونا والشركة دي وهي تعتار من أكبر شركات الشحن أطلقت هذا الإشارة أنه ممكن يحصل فيه دامج الفترة الجاية وممكن يحصل زيادة تانية في معدلات الددخم ليست ناتجة من أي شيء إلا سوى الجيوسياسية والأحداث التي تحدث في المنطقة الموجودة في البحر الأحمر ومحاولها بالتأكيد الأستاذ إيها برشاد شكرا جزيلا على حضورك شكرا لحراجة فينا